بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم على Diseases affecting the male gen اول حاجة عندنا في الكونجينتال anomaly يوجد اسمه hypo speedius يعني ايه hypo speedius hypo speedius دوت نعم الانواع الكونجينتال anomaly اللي فيه اليوريسرا وتفتح على underside of the penis عكسها hypo speedius اللي كانت اليوريسرا بتفتح على upper side surface of the penis ثالث حاجة عندنا hypo speedius وده بيبقى في tightness of the previous وبيحصل في uncircumcised meal رابع حاجة congenital anomaly بيحصل عندنا هو un-descented testis في un-descented testis بيحصل failure of testis انها توصل للسكروطة طب المشكلة ان التستس تبقى retained intra-abdominal طبعا ممكن يحصل منها infertility او تبقى pre-cancerous طيب سببها ايه سببها ايه ال-undescented testis either chromosomal chromosomal disorder او hormonal disturbance طيب لما التستس دي بتبقى retained intra-abdominal شكلها بيبقى ايه تحت ال-microscope احنا عارفين ان التستس عبارة عن seminiferous tabules lined by spermatogonia وما بين tabules وبعضها في illydic cells في ال-undescented testis بيحصل اتوفي ليه seminiferous tabules بتبقى replaced by fibroses وبلاقي hyperblasia في illydic cells تاني حاجة بنتكلم عنها هي inflammation اللي بتيجي في التستس وال ebidemus فبسميها epedema orchitis ايذر عندي specific او non-specific ايه هي non-specific inflammation اللي تهمنا في التستس زي الكلاميديا وال ecoli او ال-bonococaidol causative organism بيوصلوا التستس ازاي هم الاول بيبدأوا ك urinary tract infection وبعد كده بيوصلوا للتستس ياما عن طريق الغاز او عن طريق اللمفاتيك of spermatic cord او ممكن يوصلوا عن طريق البلد شكلها ايه شكلها grossly او تحت المايكروسكوب grossly زي اي inflammation التستس الاصولة و مايكروسكوب تحت مايكروسكوب زي اي inflammation بيلاقي السيمليفر ستيبيول وال inter ستيشم او الحاجة infiltrated لبالد ليمكروسكوب بيحصل بيحصل بيوصل ليمكروسكوب بمكروسكوب بلازم ثابت في بعض الحالات ممكن يوصل ماهي الاسبيسيفيك انفلاميشن اللي ممكن تيجي في التستس زي التبيه والسيفلس او البنهارزيازيز او زي المامس والهيرت مثلا ليه الاسبيسيفيك انفلاميشن زي الجونوري الجونوريه كان سببها المايسيريا كانت سيكشوالي ترانسميتب لانها بتبدأ من الا يوريسرا فاليوريسرا الميتس بيبقى كونجستد وديميتس عبارة عن سابرتف انفلاميشن ونتيجة للسابرتف انفلاميشن بعدها بيحصل جرانيوليشن تيشو بعد الجرانيوليشن تيشو ممكن يحصل اسكور فده يؤدي الى السكورين بيؤدي الى ديفورميتي ابقى في استراج لو ما حصلش تريتمنت ليه الجونوريه بيحصل استراجشن للافكتد ميتس ممكن يحصل استراليتي ممكن الانفكشن من من الاوريسرا توصل ليه البروستيت تامل بروستاتايتس او ابديدميتي او اوركايتس عندنا برضه اتيبي من اندواع الاسبيسرا اتيبي كان بيبدأ في الابديدميس والسمن الفيسكي وبعد كده يسبرد للتيستس والبروستيت واليوريناري بلودر يوصل ازاي لتيستس والبروستيت عن طريق بلود اسبيليد فروم دستانت فوكس والمرفولجي زي اي تيبي ليشين خدناه في الترميل او اوركايتس برضه من ضمن انواع الاسبيسي في الاسيفليس والاسيفليس انه بيبقى كوز بايترويبونيما خريدا كان ايضا مودة ترانسميشن كونجنة او سيكشوال وكان الميرفولوجي بتاعه الجاما الميكروسكوبية بيكتور كانت اندى ارثريتس او بلترينز وبريفاسكولر انفلميشن وزه مني بلازمة سيلز في الفلاريزيز برضو دي كوزد باي المايكروفلاريا كانت ترانسميشن باي الا موسكيتو مشكلة الفلاريا انها بتعمل بلوبكة للمفاتيك فكانت تعمل للمفاتيك استيزيز واللمفاتيك استيزيز كان اندى انفايبروزيز فيخلي السكين فيري سيك شكل الالفانت سكين وبيعمل اللارج منت لليج والسكرود ثالث حاجة عايزين نعرفها هي التومورز فالتيومورز اللي بتافكت البينس والسكرودم او الرهير مين هم التومورز اللي افكت الاسكرودم والبينس ايزر بناين او ماليجنانت التومور البيناين كان تومور اسمه كوندلومة اكيومينيتا وده كان كوزد باي هيومن باللومة فيروس رقم ستة ورقم حدوش او فيه تومور تاني اسمه سكويمس سيل بابللومة المالجنانت التومورز كانوا مين؟ كان السكويمس سيل كارسينومة وده بيجي في القلنة سلكم سايز ديميل او فيري رير يحصل ادينو كارسينومة اهم حاجة بتهمنا في تومورز اف ميل جنتل هي التستيكولار تومور تستيكولار تومور دي اهم تومورز تيجي فيه او اهم تومورز فيه الميل جنتل كان التستيكولار تومور دول بيعملوا ايه؟ دول اهم سبب او اشهر سبب لبينلس اللارج منتا اوفا زي تستيكولار تومورز تاعت الاوفري زي ما اسمنا تومورز تاعت الاوفري زي ما اسمنا تومورز جيرموت افات الاوفري زي بس سكس كوردي كانوا لايكسيل تيومور وسرطولي سيل تيومور طيب عايزين احنا عند الوقت هندبقى اول حاجة في الجرم سلت يومور افزا تستسكى اي تومور خدنا لازم بيبقى له ريسك فاكتور وبيبقى له بري كرسول او بري اه بري انفيزيف ريش طيب مين هما الجرم او ايه هي ال بري دي سبوزين فاكتور للجرم سلت يومور افزا تستسكى اشهر سبب او اشهر سبب او اشهر بري دي سبوزين فاكتور للتستيكولار تيومور او الجرم سلت يومور افزا تستس هو الاندسينت التستس اللي احنا قلنا عليه اللي كان بيعمل انفرتلتي وكان بري كانسل طيب ايه تاني ممكن فاميلي هستوري برضو في عندنا الكلاينفلتر سيمدروم فيه برضو كروموزوم اسمه كروموزوم رقم 12 بيحصل فيه ايزو كروموزوم فده برضو بري سبوزين او ريسك فاكتور للجرم سلت يومور افزا تستس طيب احنا قلنا عشان تيومور لو ريسك فاكتور افزا تستس بوزين فاكتور ولو بري كيرسور ليجين البري كيرسور ليجين اف جرم سلت تيومور اسمه ايه اسمه انتراتيوبلر جرم سلت نيوبلزيا او حاجه اسمه تستيكولار كارسينوما انسايتو ده البرير كيرسور ليجين بتاع хоть انفيزكى اييه؟ شكل شكلوا که؟ هنه عندنا سيمنفرس بيولز بتاع التستس الشاوم米فرس بيولز ده بدل من يبقى فيها النومات سفاكيتو جينيك سل بلاسد بواي سلز السيلز دي الطيب النيوكليز لارج ولها برامانة نيوكليولي لكن المالغنانت سيلزي دي المالغنانت سيلزي دي عشان كده بسميها إيه بسميها إنتراتيبلر جيرميسيل نيوبلزيا أو إنتراتيبلر جيرميسيل من نيوبلزيا أو بسميها سيمينومة إن سيطون لأنها لو حصل إنفيزين لبسمينت من برين لو حصل إنفيزين لبسمينت من برين بقى خلاص اسمها جيرميسيل نيوبلزيا تدخل في الأنواع التانية الأنواع التانية الأنواع التانية اللي هي إنفيزيل أو المالغنانت أول نوع عندي اسمه السيمينومة أول نوع من أنواع الجيرميسيل تيومر اللي هو اسمه السيمينومة اللي هو اسمه السيمينومة بيجي في سن بيجي في الميدل يجي حوالي ثلاثين لأربعين سنة طيب كلهم شكلهم برسلي واحد كلهم شكلهم برسلي واحد أدي هنا كده جزء من النورمال تيستيس بلاقيها كلها البيزد باي والديماركيتد أقدر أحدده جري وايت الكاتسيكشن بتاعه لوب يوليتد وبيبقى صوفت أو فلش وما فيش فيه لا هامورج ولا نيكروز أما تحت المايكروسكوب زي ما قلتلكم الانتراتيوبلر جيرم سيل نيوبلزيا كل السفرماتوجينيك سيل ريبليزد باي سيلز كانت لارش لها كليير سايتوبلاز لها لارش نيوكليوس وبروملانت نيوكليولاي دول بسميهم سيمينومة سيلز يبقى السيرتولي السيمينفروستيبيولز مليانة مليانة حاجة اسمها سيمينومة سيلز شكلهم السيلز دي روندد لارش ليها كليير سايتوبلاز سينترا نيوكليس وبروملانت نيوكليولاي ما بين والسيلز دول الرينجد ان ايه نيست ما بين النيست دي وبعضها فيه سترومة اللي سترومة فيها ايه لينفوستيك ان في التريشة النوع ده من انواع السيمينومة اسمه كلاسيك سيمينومة طيب ثاني نوع من انواع السيمينومة اسمه سيمينومة ليه ده مختلف عن السيمينومة السيمينومة جاءت في سن 30 ل40 لكن السيمينومة يجي في الولد ميل في السيمينومة السيلز كلهم السيمينومة هنا فهم P.A.S. سيمينومة سيمينومة دي تروني الانتروني سيمينومة 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 ونجمد لينفو سايد سيمينومة الانابلاستيك سيمينومر من اسمه كده الانابلاستيك يبقى فيه سيلز فيها ايه سيلز لها مور نيوكلر إرغولارتي واتيومر ده بيبقى مور سيلولر وبيبقى فيه مور جاينت سيلز بيبقى فيه مور جاينت سيلز سواء كان عندي سيمينومر او سواء سبرماتوستيك او سواء انابلاستيك السيمينومر هي احسن نوع the good prognosis هي the best prognosis of all testicular tumor ده كده كمان انها بتستجيب ال irradiation فبتبقى radium sensitive عكس معظم الانواع التانية اه كمان فيه تيومر ماركر في السيمينومر اسمه ايه؟ اسمه بلاسينتالالكالين فوسفاتيز بلاسينتالالكالين فوسفاتيز التيومر ده بيزيد في حالات السيمينومر وبيبقى التيومر ماركر ده بيزيد في حالات السيمينومة وبيبقى دياجنوستي طيب تاني نوع من أنواع الجرم سيل تيومر تيومر اسمه امبريونال كارسينومة طيب بيجي فين الامبريونال كارسينومة بيجي في حوالي من 20 ل 40 صنع بيبقى very aggressive more aggressive زين السيمينومة طيب شكله ايه grossly شكله بيبقى ill-defined عكس السيمينومة بتبقى well-demarkated تمام؟ بيبقى برضو حجمه صغير بيبقى فيه area of hemorrhage and area of necrosis وقلنا السيمينومة بيبقاش فيها hemorrhage and necrosis طيب شكلها ايه تحت المايكروسكوب شكلها بلاقي cells arranged in زي ما احنا شايفين هنا في المنظر ده tubular tubular أو glandular better وبيكون من cells لها hyperchromatic nucleus large nucleus or hyacinous or hyacinous بيبقى فيها hemorrhage and necrosis وقلنا التيومر more aggressive ثالث نوع من أنواع الجيرمسل تيومور تيومور اسمه يوكساك تيومور ده بيجي فيه التشيلدرن أقل منه ثلاث سنين ودوت البروجنوزز بتاعه لأنه هو جدة بروجنوزز تيومور ده بيطلع مركر اسمه ألفا فيتو بروتين ده تيومور مركر برضو بيزيد في حالات اليوكساك تيومور طيب شكله ايه بيبقى grossly large بيبقى برضو yellow yellow white in color والcut section بتاعه بيبقى فيه زي الميوسين فبياخد شكل ميوسينس طيب شكله ايه تحت الا ميكروسكوب ممكن على قيم كون جلاندات ممكن بيكون بابلي ممكن بيكون برضو شكل ده بريمتف جلومور يولاي شكل بريمتف جلومور يولاي وبيبقى فيه مايكروسيستيك اسبيس مايكروسيستيك اسبيس يبقى ايزا جلاند او فيه تيومور تاني او اخر نوع من انواع تيومور اسمه كوريو كارسينوما زي بالزبط اللي خدناه في الفيميه فالكوريو كارسينوما عشان يبقى كوريو كارسينوما الواحده دايما بيبقى ميكسد مع الانواع التانية او مع الانواع اللي احنا قلناها زي بالزبط زي التيومور كوريو كارسينوما الفيميه زي ما خدناه في الفيميه بيكون من سايتو تروفو بلاستا امد سينسيتيو تروفو بلاستا التيومور ماركر اللي بيطلع في التيومور ده اللي هو اتش اسي جي او هيومان كاريونيك جونيدو تروفين البروجنوزز بتاعه اتش اهايلي ماليجنان تيومور اخر نوع من انواع الجيرم سيل تيومور اللي هي الايه اللي هي التيراتومة التيراتومة برضو خدناها في الاوفري وقلنا ده بيدينا ديفرانشيشن لكل السيل لاين ايتر اكتو ديرم اندو ديرم او ميزو ديرم التيراتومة في التستس لو جي في اللي تشيلدرن بيبقى بيناين لكن لو جي في القضاط غالبا بيبقى ماليجنانت كان بيتقسم ال منقسم ال تيراتومة بقيه لماتيور تيراتومة اللي هي كانت بتتكون من تيراتومة او تيراتومة او تيراتومة او تيراتومة فيها ماليجنانت ترانس فورميشن الاماتيور تيراتومة كانت بتحتوي على اماتيور تيشو وكان اكتر تيشو فيها اللي هو النيورال تيشو اما اللي ماليجنانت ترانس فورميشن كان بيبقى فيها ماليجنانت كومبولنت ايزر سكويم السيل كارسينوما او ادينو كارسينو اخر نوع من انواع الجيرم سيل تيومر كان ميكسد جيرم سيل تيومر ده غالبا بيبقى حوالي ستين في المية من الجيرم سيل تيومر بيبقى فيه اكتر من كومبولنت ممكن الاقي امبريون الكارسينوما مثلا مع تيراتومة لو الاتنين دول موجودين بسميها تيراتو كارسينو طيب الاسبريد ازاي لالجيرم سيل تيومر بتسبريد ايزر لوكالي توتستيكولر استركشور زي التونيكا فاجينيه لازم ممكن تروح الايبيتدميز او السكروتال اسكين المفاتيك سبريد لينين لالياك وبراء اورتك لامفنون والبراء سبريد لانج ليفر بول اند بري طيب بالنسبة ليه البروغلوسيس ايه الفرق بين السيمينوما في البروغلوسيس او والنان سيمينوما النان سيمينوما اللي هما كانوا مين كان اليوكسيك الامبريون الكارسينوما الكوريو كارسينوما فلقوا ان السيمينوما من ليه بتبقى سبريد باي لينفاتيك وده كمان ذري ليه علشان كده البروغلوس بتاعها كان كويس اما النان سيمينوما كان للأسف بسبريد ايرلي وكمان باي هيماتوجينس سبريد طيب السيمينوما غالبا بتبقى ستيج واحد واما النان سيمينوما بتبقى ستيج اثنين وثريتة زي ما قلنا السيمينوما كانت ريديو سنسيتف اما النان سيمينوما كانوا ريديو رزيستنس البيهيفيور بتاع السيمينوما كان قلنا جود بروغلوسيس وليس اجريسيب بينما النان سيمينوما كانوا مور اجريسيب البروغلوس بتاع السيمينوما كان جود بينما بتاع النان سيمينوما كان باد بروغلوس طيب مين هم السكس كوردسترومال تيومر كانوا مين كانوا الجرانيولوزا سيل تيومر سوري كان اللايدج سيل تيومر والسلطولي سيل تيومر طيب ايه مشكلة السكس كوردسترومال تيومر هم معظمهم بيب اوبناين لكن المشكلة بتاعتهم انه هم سكريت هورمون فهم اسمهم فانكشنين تيومر انه مين كان اللايدج سيل تيومر وكان السيرتوري السيل تيومر حلنا مشكلتهم انه هم الإ李BORET من هورمون طيب اللايدج سيل تيومر كان بيطلع من بايدر اندرجن او الايدرورجن طيب لو طلع هورمون قبل البيوبريتي سيعمل سكش وال بري أريكوشوس بيوبريتي انما لو بعد البيوبريتي كان بيعمل تستيكولار اسويل طيب السيرتوري السيل تيومر أيضا تقول اندروجين أو استروجين يعطي ايضا فريقيةcek او بردتي ومدر الجنس فريقية فريقية ايضا للتصالف استروجين او اندروجين وماذا لو طلع استروجين يمكن كمان يعمل جنس لو طلع اندروجين يعمل مسكور الايزا كاملا ينتقل موضوع ثاني مهمين جداً في الديفنشن أول شيء مهم عندنا هي الهيدروسيل يعني ايه؟ هيدروسيل هيماتوسيل كايروسيل اكيماوليشن فاريكوسيل فاريكوسيل فاريكوسي اللي هي البنبيني فورم بليكسس بتاع الاسبرماتيك كورب بتبقى الونجيتد وضيلاتد تورشوس سبرماتوسيل يعني ايه؟ ده بيحصل فيه سبرماتيك داكت بيحصل فيه سيستيك دايلاتيش مهم جدا نعرف ايه البروستات اول ديزيز عايزين نعرفه في البروستات هو السينايل بروستاتيك هايبر بليزيا او نودولا بروستاتيك هايبر بليزيا بيحصل ايه في الديزيز دا؟ بيحصل امن البروستات بيحصل لها ان لارج منت اي ايه اون تحصل ان لارج منت ، الرأي قال؟ لما بيتحصل الرأي فجرط في الجيلام اللاسترومة تضغط على يوريثرا تضغط على يوريثرا سببها سببها تحصل مع الاجينج يحصل مع الاجينج في مادة تزيد اسمها الديهايدرو تفتستيرون تضغط على يوريثرا تضغط على الاجينج ما هو تشكلها ؟ تشكلها تشكل جرسلي عندما يحصل بها أنظر تشكل جرسلي فبلاقي الجيلاند بتيبقى إيه بتبقى إن لرجت فبتبقى شكلها أوتر سيرفس بتاعها بيبقى نوت جول طيب الكات سيكشن بيبقى إيه بيبقى برضو نوت جول النوت جول دي variable في الصيز وإن لقشيب وبتبقى فرم إن كونسيستنسي طيب شكلها إيه تحت إلا مايكروسكوب فبلاقي أول حاجة برضو إن هي عبارة عن نوت جولز سيبريتت بفايبر استيشو والنوت جولز دي بتتكون من إيه من variable size the end shaped gland الجيلاندات دي لها two lining ليها outer fillet myoebcyllium وبيبقى ليها inner cubical lining هذا inner cubical ده بياخد شكل بابلري برجيكشن والليومن بيبقى فيها secretion secretion دي لونها يزينوفيليك اسمها ايه مناخدها كده من أول اليوريسرا اليوريسرا بيحصل فيها compression فبالتالي بيبقى فيه difficult punctuation طيب لو حصل برضو اليورياني بلادر بتبقى افكتد ازاي؟ بيحصل يوريان ريتنشن ولما بيحصل يوريان ريتنشن بيبقى استيزز والستيزز بيعمل سيستايتس وستون فورميشن مع الاوبستراكشن اليورياني بلادر طبعا بيحصل 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 وبيحصل البروستاتيك كارسينوما الانسدنس بتاعها it is the most common form of cancer المن ابو ستين سنة ايه هي ال بريدس بوزينج فاكتور للكانسر بروستيك ايه طبعا نتيجة لانكريز الاندروجين ممكن برضو جينيتك فاميليال بريدس بوزيشن طيب هل ليها بريدس بوزينج فاكتور بريدس بوزينج ايه ليها بريدس بوزينج بتاعتها اسمها either a typical adenomythus hyperblessia او حاجة اسمها perostatic inter-ebileycerial new blisio هل البروستاتيك hyperblessia is بري كانسرس لا البروستاتيك hyperblessia طيب بشكلها ايه برضو وهذا شكل ايه هي غروسلي غروسلي هي انها تخرج من البريفرال بارت افذة تقلوب مينلي بوستيريور عشان كدا نيستغر نحسها باي ريكتال ايكزامينيشا يبقى مينلي بريفرال اند بوستيريور طيب شكلها ايه بتظهر ايه التيفيند ماس فرم جري وايت وممكن ايلاقي فيها فقاي اوف هيموريج اند نيكروز طيب شكلها ايه تحت المايكروسكوب شكلها تحت المايكروسكوب انها بتتكون من اسيناي يا اما سمول او ميديم سايز اسيناي سمول او ميديم سايز اهم حاجة في الاسيناي دي انها تكون ليند باي سينجل لير عكس الروستاتيك هايبر بيليزيا كانت 2 ليرز قلنا اوتر فيلاك مايو ابسيليم وانر كيوبيكال اللايا واخد شكل البابيلي لكن في الكارسينومة اونلي سينجل لير نيوكليوي بتبقى ان لارجيك وليها برومنانت نيوكليوي واهم حاجة انها جاست سينجل ليا الجلندات دي ار باك تو باك جنب بعض ملزقين في بعض ومافيش استرومة ما بينهم في بقى حاجة اسمها جليسون جريدينج سيستم علشان اعمل جريدينج دي البروستاتيك كارسينومة فالجريد ده بياخد خمس ايه اشكال اول حاجة لو الجلندات دول سمول ويونيفورمي جلندات فبياخد ده جريد واحد لو بدأوا الجلندات دول يبعدوا عن بعض شوية يبقى جريد اثنين طيب جريد تلاتة الجلندات بيبقوا فيوزد او الجلندات دول بيبقى فجريد تلاتة بيبقى فيوزد جلند او عامل بابيلر انما جريد اربعة جريد اربعة بيبقى برضو مور فيوزن لالجليم ويبقى معيه كليير سيلة مورفولج اخر حاجة جريد خمسة بيبقى ده بقى نفيش ايه جلند فورميشن هذا عبارة عن صولد شيت وكمان معيه نيكروز انا ممكن الاقي في البروستر اكتر من سكور من اللي انا قلنا عليه من دول بنجمع السكور دول يطلعونا يبدينا سكور من اثنين لعشرة يبقى الجليسون جريد سكور من واحد لخمسة لكن انا بلاقي اكتر من شكل اكتر من جريد في قلب البروستاتيك بيوبسي بجمع الجريد دي عشان يدينا سكور من اثنين لعشرة البروستاتيك بيوبسيكا البروستاتيك كارسينومة ايضا بردو بيوبسيكا لفين سيمينال فيزيكا او الرجوم لينفاتيك سبريد اخر حاجة بلود سبريد اهم حاجة هنا في البلود سبريد ان لو البروستاتيك دي روحت البروستاتيك كارسينومة روحت تنقل بون بيعمل بون بون فورميشن او استيو بلاستيك بون فورمينج متاسبسيس اكتر بون بيحصل لها افكشن ايه؟ هي البيلذيك بون واللمبر فيمار اسكال اند ريب كالانكالي العيان هيجلنا ازاي؟ في الارلي استيجز البيشنت بيبقى اسمتماتيك وجاست تسكاور دي باي روتين ريكتا اجزاميناش لكن في الادفانسة استيج وفي اللاتي استيج بيجي ساين ام دي سيمتم افر يوريناري وبستوركشن وبيجي طبعا ببون نتيجة لو حصل في متاستيسس هنا في البروستاتيك كارسينومي باستوركشن ايه؟ تيومر بتطلع انزاين اسمه اسد فوسفاتيس بون متاستيسس بتطلع انزاين اسمه الالكالين فوسفاتيس الدفين انزاين اسمه باستوركشن ايه باستورك شخص الساكس باستوركشن اسمه بالاستوركشن باستوركشن اسمه باستوركشن كارسينومي قد يطلع عالي جدا